اشتركوا في القناة لا 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 في شيء عايز اقوله في شيء عايز اقوله انه في موضوع التوكشو التوكشو هو لا يمكن النظر اليه من زاوية واحدة او من جانب واحد التوكشو له في مصر بطبيعته الخاصة جدا في مصر له مزايا وله عيوب احد عيوب التوكشو هو عيب من عيوب الصناعة بشكل عام في مصر هو انه نسبة كبيرة من الزخم ومن الموارد تخصص للنجم فقط في معظم التلفزيونات التي تقدم التوكشو وبالتالي تحرم العملية الاعلامية عملية مركبة وتحتاج الى الكثير من الموارد من موارد يمكن ان تفيدها في انتاج مضمون ومحتوى يلبي تطلعات الجمهور يتم تسخير قدر كبير من الموارد بسبب الصيغة الاعلانية اللي قال عليها الدكتور صفوط وبسبب انه التلقي نمط التلقي لدى الجمهور وانا احمل الجمهور مسئولية كبيرة لانه هو الذي يروج للممارسات المهنية الحادة هو الذي لا يحفل بالاداء الجيد والمناسب لانه طبعا تعرض لمشاكل كبيرة في تعليمه وفي ثقافته لكن هو لا يكافئ المجيدين وبينما يكافئ هؤلاء الذين ينتجون الممارسات والممارسة الحادة والممارسة العصبية والخروج عن الخط المهني فاذا صرف وانفاق وفرز قدر كبير من الموارد لمقدم البرامج الرئيسية في التوكشو المصري يحرم العملية الاعلامية من الانفاق الجيد عليها وبالتالي يعني عاكس سلبا على المضمون السؤال اللي بعدين كله هو السبب اللي حياتك افضلت به بيتحدث عن الضوء العقابي او عن اهمية ان يكون هناك ضوءا عقابيا لوزارة الاعلام على ضرامج الرئيسية التي تهينوا مؤسسات ورموز الدولة نتصل به سؤال اخر وهو يعني انه كل دولة من خلال اعلامها انما تصلوا الى مصلحتها فلماذا لكي في مصر على خيارية الاعلام ونحن في وقت حرب طب يا جماعة انا انا هجاوب عليهم بسؤولة عشان ادي فرصة الاستاذي دكتور صف اتفاض 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 شوية يعني نتصل والتنف انه اه تعطي داري على التسريب او على التسريبات كويس تسريبات كويس اه واتسألتم عن المصدر وما الهاتف ما هو الاهم هل اهم ما يحوي التسريب ام التسريب في حد ذاتي وما يكم في ان هذه التسريبات ترتفق مع اقوال العميل السودن الهايق لاروسيا طيب سألتها لي بل قد قلوب نزايا ويكايا المفصلين ببعض بل فارك من فاركة وكاشا وغسينوس هلو لك فارك؟ طيب دي اسئلة صعبة طيب 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 هل ينبغي ان يكون الوزارة لماذا لا تقوم الوزارة الامة تظهر في وعقبة الاربع اسئلة انا احاول اجاوب عليهم في ديئتين بسرعة عشان ادي فرصة لاستاذي بسرعة بس انا انا ما عنديش ثقة والله ان الناس عايزة تسمع الاجابات في حالة في التلقي في مصر حالة غريبة جدا في التلقي في الواقع في حالة استياد في التلقي وفي حالة خشونة مصطنعة ورغبة في الانتقاد والرفض بدون ما نستنى ونسمع انا كنت بتكلم عن امرأة سيئة السمعة سدقوني الانوان ده مش لي انا الانوان ده لم ادعيه ولم اختلقه انا بقول اسم فيلم ده زي ما تقول بظبط رجل فقد ظله فتقولي ازاي يفقد الرجل ظله انت مجنون ده اسم فيلم يا اخي فانا ارجو منكو اذا حابين بجد اسمعوا رأيي المتواضع في موضوع مهم جدا بس حاولوا تفهموه لكن متحاولوش تستادوه يعني لو انتوا جدين فعلا اللي عادين معانا هنا في القاعة جدين فعلا يتعاملوا مع القصة دي حاولوا تسمعوا وجهة النظر متحاولوش تستادو كلمة او تستادو موقف ببساطة جديدة هقول كلام ممكن يزعجكو او بجد فيما يتعلق بموضوع الحياد كل من يقول لا يوجد شيء اسمه حياد كل من يقول الحياد هو كذبة وخدعة وكل من يقول هو فين ده الاعلام المحايد كل اللي بيقول يا استاذ ايمن يا استاذ ايمن كل اللي بيقول هو فيه اعلام محايد كل اللي بيقول هو فين الحياد كل اللي بيقول هو فيه حد محايد طب امريكا محايدة طب فرنسا محايدة كل اللي بيقول هذا الكلام انا ارتاب فيه واشكك فيه رأيي المتواضع اعتقد انه لا يريد خيرا هو يريد شرا لانه ليس هذا هو السؤال انت محايد ام لست محايدا فيه حياد ولا ما فيه شو ده السؤال السؤال هو رقم واحد ماذا يعني الحياد هل فهمت ماذا يعني الحياد افضل تعريف للحياد الحياد هو الوقوف على مسافة واحدة من الاطراف المتفاعلة في اطار قضية او حدث تريد ان تنقلها للجمهور بدرجة عالية من النزاهة والوضوح هذا هو تعريف الحياد طيب هل الحياد يحقق بالكامل او لا يحقق بالكامل هذا سؤال خطأ وغير مقبول طرحه ده زي الشرف يمكن ادراقه بالكامل وزي الامانة يمكن ادراقها بالكامل دي قيمة الحياد هو قيمة لما السؤال يكون الى اي حد كانت هذه الممارسة تتوخى الحياد و الى اي حد كانت هذه الممارسة تبتعد عن الحياد اما الاغراء بالحياد لكونه غير موجود وبالتالي هو قيمة لا ترتاجة او لا تفعل او لا يجب ان نفعل ان نفعل شيئا لادراقها فهو امر خاطئ طب هيبقى الحساب على ايه الحساب على ان احنا نتناطح بالايدولوجيا وسائل الاعلام العامة المملوكة للدولة ملزمة بالوقوف على مسافة وحدة من الاطراف المنخرطة في الاحداث والفعاليات التي تغطيها بما يستلزمه ذلك من الاختيار الجيد للمصادر ومن عدم تبني رأي طرف على حساب طرف اخر ومن الدقة في ما تورده وسائل الاعلام المملوكة للدولة ملزمة بذلك وكل وسيلة تلزم نفسها بقيمة الحياد في بيان افصحة مسؤولة عن ذلك اما الذي لا يلزم نفسه اهلا به وسهلا يقول انا جريدت الاهلي انا تلفزيوني الزمالك انا الوفد انت حر بس ما تقوليش انا الوفد ومحايت كل وسيلة اعلام مملوكة للدولة مطالبة بالحياد يعني الوقوف على مسافة واحدة من كافة الاطراف المنخرطة المتفعلة في حدث تنقله يقع في اولويات الجمهور والحياد هو ان تتوخى الدقة في اختيار القصص والمصادر وان تتوخى ايضا التوازن وان تتوخى ايضا عدم تشويه الحقائق وخلط الوقاء هذا مفهوم الحياد الحياد مفهوم يرتج وقيمة استحق الناس على العمل من اجلها النقطة الثانية تسريبات هكلمك على التسريبات برضو الكلام ده ممكن يبقى مقلق بس لازم تحاول تفهمني انا عندي رأي ممكن يزعجك بس حاول تفهمني احنا بننظم القصة بين الاعلام وبين المجتمع فبنقول انه الخصوصية هي حق من حقوق الانسان يجب حمايتها صح ولا لا حرمة الحياة الخاصة صح ولا لا المكلمات الهاتفية والمرسلات صح ولا لا ده مكتوب في الدستور اه ده كلام مهم جدا اذا اعتدت اي سلطة على هذا الحق وجب ان تخضع للمساءلة والتحقيق حدث اعتداء على خصوصية مواطنين مصريين وهذا الاعتداء سافر ومتجاوز وانا استطيع ان اسميه وقحا ويجب ان يحاسب من صرب هذه المكالمات لكن الصحفي لا 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 انا عايز اكمل اتروحتي لاول لكن الصحفي الصحفي الذي نشر تسريبا انا بقولك قاعدة المصادر في الاعلام هي ننسب جميع الاخبار والاراء والمعلومات لمصادر واضحة معلنة كلما امكن كلما تقول حاجة حصل تقول لي مين اللي قالها لكن انا بديك رخصة انك ما تقولش مين اللي قالها اذا كان هذا الكلام يتعلق بالانصاف يعني انه هتقع ضرر على اللي يصرب للمعلومة فبديك الفرصة انك تحجب بشتداء امتى يا باشا لما يكون فيه تقاطع مع المصلحة العامة واضح ما نشر من تسريبات لا يشكل انتهاكا صحفيا في حد ذاته هتزعله انا قلتلك ده جريمة صح حد فاكر التسجيل جريمة اللي سجل وصرب الى الصحافة مجرم اذا ثبت عليه ذلك تمام لانه لو كان فيه حاجة يروح يقدمها للجهات المختصة بصربها للصحافة ليه ده تشويه واختيال معنوي ده صراع السلطة ده انقضاد على ثورة يناير يقول زي ما انت عايز لكن انا صحفي جالي تسريب خاص من مصدر انا من حقي ان انا اجهله اذا كان يتقاطع مع المصلحة العامة فانا هنشره يعني يتقاطع مع المصلحة العامة في تعريف للمصلحة العامة منها الفساد منها انا هنشره وبعدين الحساب هيبقى حساب مهني هيبقى حساب مهني اما المجرم هو من صرب واخترق الخصوصية نمرة ثلاثة السخرية موضوع السخرية عايزك تعرف ان السخرية ده نمط من انماط الاعلام تمام بس ليه شروط اول شرط الافصاح فاذا جيه واحد زي باسي موسيف وقال لك نمرة واحد يا جماعة انا برنامج ساخر انا مهرج خلاص انا هعملك على انك مهرج مش هقولك انت بتشوي الحقيقة ولا بتختلق الوقائع ولا بتنتزع من السياق انت شغلتك كده انت شغلتك كده فاول حاجة انك تفسح افسحت ولا لا اذا افسحت اهلا ندخل رقم اتنين انك لا تخرق قانون النافذ منه ايه القانون النافذ السبب والقصف اذا سبيت او قذفت لا يا حبيبي ما تخرقش القانون بداعي السخرية لانه الساخرين الحقيقيين بيقدروا يسخروا من غير ما يخرقوا القانون وفيش اي قيمة تعلوا على القانون طيب يبقى دين امرة اتنين رقم تلاتة السخرية لازم تراعي المزاج العام هتقول لي يعني ايه ده ابداع والابداع لازم يتجاوز ولازم يتخطى لا يا حبيبي مش صحيح اي ابداع في العالم لم يراعي المزاج العام استضم مع المجموع العام في النهاية تضع باسم يوسف في نفس السنة مع توفيق عكاشة هذا وسؤال محدد لا لا باسم يوسف شيء وتوفيق عكاشة شيء تاني خالص باسم يوسف يقدم حصة اعلامية اسمها السخرية واسمها الشعبي او الكودي الاراجوز حصة الاراجوز تعتمد على التكرار واختلاق المواقف والبحث عن المتناقضات واللعب على المسائل الصارخة انا مع باسم يوسف اذا لم يتحدى القانون والمزاج العام طيب انا